أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بإلاء أهمية خاصة لاحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الانتاج وذلك تنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزرات والجهات الحكومية لتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة حيث أشار إلى مواصلة تجديد الحملات الرقبية على الأسواق لمنع أي ممارسات غير منضبطة تؤثر على الأسعار وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية تم العمل وفق خطة تتضمن أكثر من محور للعمل على تنويع وزيادة مناشئ الأقماع حيث يتوفر احتياطي من محصول القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة تتجاوز سبعة أشهر كما تطرق الاجتماع إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في إجمالية صادرات الزراعية خلال عام 2021 لتبلغ نحو 3 مليارات دولار بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة